أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات دياء رشوان أن غرفة عمليات الهيئة رصدت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 عددا هائلا من التقارير المصورة والمنشورة في مئات من وسائل الإعلام العالمية بعدد كبير من اللغات وأشار دياء رشوان إلى وجود شبه إجماع في الإعلام الدولي على رصد الكثافة الكبيرة لحضور الناخبين للجان الاختراع مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية في الهيئة واصلت وعلى مدار الساعة دورها في متابعة عمل المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين لتقطية الانتخابات والبالغ عددهم حوالي 528 مراسلا من المقيمين والوافدين من الخارج لتقطية الانتخابات كما واصلت الغرفة رصد ما ينشر ويوذاع في وسائل الإعلام في كافة أنحاء العالم عن الانتخابات الرئاسية ترجمة نانسي قنقر